طبعاً سيبكم من طريقة سحب القرعة البدائية يعني الأستاذ خالد كامل بيطلب من أحد الحضور بدون أي تنظيم وبدون أي ترتيب بسحب الكراط اللي فيها الفرق في كل حتة في الموبايلات بترين في المؤتمر الصح حاجات كتيرة جداً بتخلي الواحد هو بتفرج يزعل 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 بس ده مش ده موضوعاً يعني في أي هتة في العالم جماعة القرعة دي القرعة بتاع الكاس الجلطرة بتاع تلقف في كوب دي بتتعامل لايف لايف في التلفزيون ويجي ليجند واحد من أساطير الكرة الإنجليزية يسحب القرعة لايف في التلفزيون لايف حدث كبير كاس ده حاجة كبيرة جداً الملكة بتحضره أو مندوب من الملكة إنه هو بيسلم الكاس وبيسلم المدليات زي ما هو عندنا في مصر على فكرة المفروض كاس مصر ده رئيس الجمهورية كان بيحضر نهائي الكاس أو مندوب أو كبير اليويران أو أي مندوب من رئاسة الجمهورية لأن الكاس مصر ده حاجة تاريخية كبيرة جداً حاجة يعني حاجة ليها تاريخ كبير جداً فالنهارده سيبكم التنظيم وسبكم الفيديو لكن الفيديو السنة الفادة بيوريكوا إيه؟ بيوريكوا إن القرعة موجهة إذن مفيش جديد مفيش جديد النهارده حصل ضجة كبيرة جداً جداً بعد القرعة علشان الإسماعيلي وقع مع الزمالك طيب يا جماعة أنا هنا برضو مش مع حد ولا ضد حد طيب ما السنة دي القرعة بتاعت السنة دي أو السنة دي النادي الزمالك بيلعب أسوان في السيمي فاينال والأهلي بيلعب بريمتز في دور التمانية هي للقرعة جات معا كده قرعة الكاس على حسب التصنيف بتاعك الزمالك السنة اللي فاتت ببطل الدوري فوقع مع فرق تانية فرق مختلفة مفيش يعني الناس خرجت النهاردة يعني بتتكلم في حاجة لو أنا شايف أنه هو معاهم حق فيها هحارب معاهم لكن بسأل إيه القصة القصة هي هي نفس القرعة نفس طريقة التوجيه نفس كل حاجة الفرق أن دي بدأت من ال32 ودي بدأت من دور ال16 النهاردة الإسماعيلي وقع مع الزمالك طلع بيان تعالوا نشوف بيان النادي الإسماعيلي بينسحب من البطولة عشان خطر القرعة موجهة ده بيان النادي الإسماعيلي اللي بيعلن فيه انسحابه من البطولة الإسماعيلي يعلن انسحابه من كاس مصر اعترانا على القرعة الموجهة يرفض مجلس قدرة النهاردة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيق كومي ما حدث في قرعة دور ال16 من بطولة كاس مصر موسم 2021-2022 حيثقناها موجهة لصالح أندية معينة ده كلام يا جماعة مش حقيقي ده كلام مش حقيقي القرعة طول عمرها في مصر موجهة مش السنة دي موجهة والسنين اللي فاتت ما كانتش موجهة والقرعة مش معمولة لصالح أندية معينة ومش بدافع هنا عن حد لكن هي دي الحقيقة هو الحظ جي كده الزمالك عيلعب الإسماعيلي الإسماعيلي عيلعب الزمالك ما فيش مشكلة انت بتتكلم على الإسماعيلي السنة اللي فاتت ترتيبه في الدوري كاما جماعة يعني عادي جدا التلاتاشر عالدوري الإسماعيلي هادي كبير وصعد تاريخ كبير لكن هو السنة اللي فاتت التلاتاشر عالدوري فطبيعي وانت بتعمل القرعة ان انت موجهة طوعة مع الزمالك يعني انت أنهيت الدوري في المركز التلاتاشر صح؟ متوقع ان انت تلاعب مين قولولي يا جماعة عشان ما حدش يضل الجمهور الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي بيمشي ورا الكلام ده احنا موقعين في الزمالك وبتاع يا جماعة الإسماعيلي السنة اللي فاتت التلاتاشر عالدوري انت متوقع في القرعة طوعة مع مين؟ مع دي كيرنس؟ مع احترام الكبير النادي دي كيرنس؟ ولا ممكن طوعة مع الزمالك وبيرامدز والأهلي ممكن طوعة مع الفرق دي؟ مو بالعقل مش بيقولوا بقى ان اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عقل صح؟ الاسماعيلي آقامة كبيرة وتاريخ كبير وكل حاجة ولكنه انا الدوري الموسم الماضي في المركز التلاتاشر فطبيعي ان انت في القرقة بتاعتك بتاعت الكاس ممكن تقعد دام فرق جامدة في الاول زي ما الزمالك قاعد فترة مثلا ملغبط في بطولات افريقيا فكنا بنبدأ انا فاكر وانا بدرب الزمالك كنا بنبدأ من دور الاربعة وستين مش اشخاطر للتعالي الافريقيا واتاكب مستقصدنا لا لان كان نتايجنا في الموسم السابقة كانت نتايج سلبية فلما بتيجي تبدأ محاجة هيقولك بقى ان انت الزمالك مش انت اكتر نجي دي حصول انا على البطولات في القرن الماضي محاجة هيقولك كده هيقولك اخر سنتين تلاتة انت ممشتش بشكل كويس هتبدأ من دور الاربعة وستين كنا بروحنا لروحنا لعب فرق يعني في ملاعب تعبانة ومتشط صعبة وكل حاجة لكن دي نتايجنا بنتحمل عقبات نتايجنا لما بتكون بطل بتبقى باي بتبدأ من الاثنين وتلاتين هي يا جماعة الكرة كده ما انت في الكرة مش هتلغبط والناس هتكفأك فالكلام مش مصبوط ان النادي الاسماعيلي ينسحب من كاس مصر عشان بيتهم الناس ان هي الناس ان هي بتوجيه لك ما تشطش ان تطلع بره بطولة لمصلحة بمين ان انت تطلع الاسماعيلي بره بطولة قلولي مين ضد الاسماعيلي انتو اللي ضد نفسوكو يا جماعة يا جماعة انتو اللي ضد نفسوكو انتو اللي بتحاربوا نفسوكو بالقرارات الادارية الخطاعة انتو اللي مشيته مدرب بعد ما تشن في الدوري انتو اللي تلاكتو في التلفزيون قلتو لو المدرب اتغلب الماتش اللي جاي هممشيه والراجل عنده كورونا وعيانه وقعد في البيت والمساعد بتاعه هو اللي شغال وتتكلم على مدرب كبير طلعت يوسف فجماعة الكلام اللي بيحصل ده انتو بتسبقوا الايه عشان قاطر النهاردة لو اتغلبتم الزمالك ابقى الناس ظلماني وبتاعها هي دي الكرة هي دي الكرة ولا النهاردة مهزش لعبتي وهطلع اقول انا هواجه الزمالك بكل قوة وسنلعب للمكسب وهنحاول نكسب وان احنا الورع صعبة لكن احنا بإذن الله ولادنا ورجالتنا هداروا يكسبوا ودي ثقة للعبتي ودي ثقة للجهاز وما تديش رسالة ووصل رسالة للناس ان انا خايفة لعب الزمالك